جيك يا لها من مفاجأة ما أجمل أن أراك في بيتي مرة أخرى مضت فترة طويلة منذ كنت تتردد إلى هنا لكن ما كان يجذبك قد عاد الآن أليس كذلك؟ لم تغب عن كاتي غمزة أبيها ولا ابتسامة جيك العريضة جوابا لكلامه تابع أبوها يقول هل لديك اقتراح يمكنه حل مشكلتنا أم أنك جئت لتأخذ ابنتي للصهرة؟ اتسعت عينا كاتي الخضروان غير مصدقة هل فقد أبوها عقله؟ السبب الوحيد الذي جعلت جيك يتوقف عن الحضور إلى بيته هو أن مونيكا لم تعد فيه كما أن آخر شيء تريده كاتي هو أن تخرج مع جيك نعم يا ديفيد إنني على موعد مع كاتي إلى صهرة راقصة أردت بذلك أن أبهجها إنها أجمل من أن تؤلم رأسها بمشاكل العمل تملكها الغضب وهي تستمع إلى الرجلين يتحدثان عنها وكأنها غير موجودة هما على موعد حيال جرأته فتحت فمها لتتكلم ولكن في هذه اللحظة دخلت مدبرة المنزل السيدة توماس أهل انتهيتما من العشاء يا سيد ميلدينتون لأرفع الأطباق آسف يا مارغوريت نعم شكرا الطعام كان لذيذا فتحت كاتي فمها ذاهلة وهي تنقل نظراتها بين أبيها والمرأة منذ متى ينادون مدبرة المنزل باسمها الأول وكان أبوها يبتسم للمرأة بعذوبة بينما بدت البهجة على المرأة أحضر معطفك يا كاتي لنخرج فتحت فمها مرة أخرى لكي تخبره أي جرد كذاب هو ثم عادت فأطبقته عندما قال أبوها موافقا نعم يا كاتي اذهبي ومتعي نفسك لم تستطع كاتي سوى الموافقة والصعود إلى غرفتها لتحضر معطفها أحضرت الشيء الوحيد الذي وجدته وهو سطرة الفراء ووضعتها حول كتفيها عاودت تهبط السلم وهي تتساءل عما جعلت جيك يتمكن من إقناعها بالخروج معه لكن وقت التراجع قد فات قال لها جيك عندما وصلت إلى أسفل السلم أتعلمين يا كاتي أنسى أحيانا أنك لم تعود من الفتيات اللواتية تعلق صورهن على الجدار إنك بهذا الثوب والفراء تبدين أليفة جدا ألقت عليه نظرة قاسية ثم قالت بحدة أنا عارضة أزياء أما صورة الجدار فكانت غلطة يا له من متغطرس يظن بإمكانه نيلة ما يريد منها لكن غضبها تبدت عندما رفع حاجبيه غير مصدق ثم التفت إلى أبيها يقول تصبح على خير يا ديفيد حاول أن لا تشعر بالقلق أنا واثق من أن كل شيء سيصلح غدا عندما أشار إليها بالخروج قالت بحدة وكيف ستفعل ذلك؟ لا يمكن أن تلغي كل هذه الخسائر في ليلة واحدة كلا ولكنك مع أموالي ستفعلين ذلك يا عزيزتي قال الكلمة الأخيرة بالإيطالية احمر وجهها لسماعها كلمة الإعزاز هذه كانت نسيت لفترة العرض المهين الذي عرضه جيك عليها لكنه الآن أصبح معلقا فوق رأسها كالسيف خفضت رأسها ثم صعيدت إلى المقعد الأمامي لسيارة الرزرويس لم تكن تشعر معه بالأمان كما أن هذا اليوم كان أكثر مما تحتمله أعصابها وشعرت بالغثيان هل تفضلين مكانا معينا نذهب إليه أم أدعوها مفاجأة؟ سأكون شاكرة لو أنك أنزلتني عند باب شقة كانت تشعر بغثيان مريع وأنها ليست منيعة بجانب هذا الرجل والذي بإمكانه أن يجعل خفقات قلبها تتسارع كلا قلت أننا سنذهب إلى الرقص وهذا ما سنفعله لا أدري سبب إصرارك هذا إننا لم نرقص مع بعضنا البعض قط من قبل وفي الواقع لم أكن أعرف أنك ترقص هناك كثير من الأشياء لتعرفينها عني ولكن في الأشهر القادمة أنا واثق من أنك ستعرفينني جيدا وهذا أمر هام أسكتها هذا تماما وبقيت بقية الطريق غارقة في أفكارها كان واثقا أنها ستدعن لاقتراحه إلى حد جعلها تريد أن تلقي بعرضه الكريه في وجهه ولكنها لسوء الحظ لا يمكنها ذلك وهذه هي المشكلة لا يمكنها أن ترى شركة العائلة تنتهي وأباها مفلس وجيك يعلم هذا كان نادي العشاء الذي ذهب إليه صغيرا معتم الإضاءة خاصا جدا أخذ موظف في بذلة قاتمة معطفة جيك وفراء كاتي ثم تبعاء النادي إلى مائدة في زاوية من الغرفة بدى واضحا أن جيك معروف تماما هنا فهو يرد التحيات لكثير من الموجودين قالت هذا يدهشني يا جيك لم أعرفك قط من النوع الذي يتردد على مكان كهذا أنا لا أفعل ذلك إنني عضو في هذا النادي طبعا لكن الواقع أن هذه هي زيارة الثانية له خلال السنوات ابتسمت كاتي له ساخرة من تراه يحاول أن يخدع جلست على كرسي وجلس هو أمامها قائلا معرفتي بأكثر الناس هنا هي من خلال أعمالي ثم نظر إليها متأملا لم تلحظ نظرته تلك كانت حياته الخاصة في السنوات الأخيرة مجهولة منها ولكن لابد أنه عرف عشرات النساء بشكل ما لم تستطع أن تتصوره مخلصا لمرأة مثل مونيكا زوجة رجل آخر وربما هو يحب التنويع أترى ذلك شيئا سيئا في ظرف كهذا إذن هي أصبحت خليلته سرعان ما يسأمها وهو المعتاد على النساء المحنكات ذوات الخبرة إن نقطة الخبرة لديها سرعان ما ينكشف لرجل له مثل ذوقه فليساعدها الله إذن ماذا تطلبين يا كاتي؟ المياه المعدنية تكفي أخذت كاتي تنظر في أنحاء الغرفة إلى أي شيء يمكنها من تجنب مواجهة هذا الرجل والذي أمامها في زاوية من الغرفة كانت فرقة تعزف ألحانا هادئة تبعث جوا مريحا اخترق صوته الصمت السائد بينهما أتريدين أن ترقصي؟ كلا هذه فكرتك وليست فكرتي كلمة كلا لا تعجبني يا عزيزتي ثم نهض واقفا وتقدم إليها يمسك بذراعها ينهضها من على كرسيها نظرت إليه مشفلة وأدركت من نظرة التصميم في عينيه وإطباقة شفتيه أنه لا يطيق الرفض على الأقل دعني أضع الكأس من يدي ثم استسلمت لما لا مناصى منه وتركته يقودها إلى الحلبة تشابكت أيديهما أثناء الرقص وحاولت أن تجعل بينهما مسافة فقال ضاحكا هيا يا كاتي إن لينا لورانس لا تتردد في الرقص خدا لخد خدا لخد ليس هذا ما اعتادته كاتي أثناء الرقص قال بخشونة استرخي بحق الله واستمتعي بالموسيقى وجذب رأسها إليه يرغمها على مواجهته ردت عليه بحدة وقد كرهت ابتسامته الساخرة تذكر أن الرقص لم يكن رغبتي أنا متعبة مسكينة يا كاتي ولكن هذا ضروري لكي يعرف الجميع وضعك الجديد ماذا تعني؟ أي وضع تتحدث عنه؟ انظري حولك يا كاتي ماذا ترين؟ نظرت فراءت وزير دولة وبعض رؤساء الصناعة ونساء غاية في الجمال نعم يا عزيزتي هذا نادي لخصة القوم حيث يمكنهم تناول العشاء مع أصدقائهم دون تشهير أعظم ما يمكن أن يحدث هو الكتابة عنهم في جريدة رصينة وليست شعبية ظهورنا هنا الليلة يثبت ما اتفقنا عليه وليعلم من يهمه الأمر أن كاتي أو لينا لورينس قد غيرت ولاءها ولم تعد خليلة كلود بدى الظهول على وجه كاتي لم تكن وافقت على ما طالبه جيك منها بعد لكنه كان واثقا من ذلك إلى حد جعل الدم يتجمد في عروقها قالت بحدة لتكن واثقا من ذلك يا جيك لم يكن ما بينها وبين كلود سوى صداقة بريئة أغم أنها ذات يوم حاولت أن تجعل جيك يظن العكس أما الإشاعات عن رجال آخرين فقد كانت مجرد إشاعات لكنها لم ترى سببا يدفعها للدفاع عن نفسها أمام جيك فليظن الرجل ما يريده لن يهمها ذلك هزى كتفيه وهو يبتسم ببرودة لماذا تقاومين يا كاتي؟ لن يفيدك هذا أنا دوما أحصل على ما أريد في النهاية لن تكون مستثنات قالت بإسرار كلا لكنها كانت تعلم أنها كاذبة فهو يسيطر عليها ماليا وجسديا نظرة واحدة منه إليها تكفي لتجعلها تكاد تنهار آه ولكنك يا كاتي حبيبتي تريدينني بقدر ما أريدك تقريبا لقد تردتني من غرفتك منذ أشهر لكنني لا أظنك ترتكبين نفس الغلطة مرة أخرى أنا أكرهك أكرهك يا جيك قالت ذلك هامسة فلم يجب تمنت كاتي من كل قلبها لو أنها لم تطعده من غرفتها حين ذاك بمثل تلك الفضادة كان يجب أن تكون أكثر دبلوماسية وانضباطا في تصرفها ما كان لها منذ البداية أن تعطيه الفرصة ليدخل غرفتها لماذا يريد إرغامها على الخضوع له هل لأن أباها تزوج حبيبته لكن مونيكا حرة الآن ولا شيء يمنعه من الزواج بها كلا المرارة التي تفسح عنها تصرفاته الغضب الذي أحسته فيه طوال اليوم كان موجها نحوها هي لقد أصابته في صميم رجولته عندما أهانته بذلك الشكل وليس عليها أن تنوم سوى نفسها لهذا الوضع الذي وجدت فيه نفسها الآن كفا قلقا يا كاتي إنه سيرسم خطوطا على وجهك الجميل قبل الأوان حركت مشاعرها كلماته الرقيقة هذه فرفعت وجهها بذهول تبا له فقد كان يقرأ أفكارها بينما عاد يقول ضاحكا استرخي واستمتعي بالرقص يا كاتي فقد لا يحدث ما تخافين منه لكنني ما كنت لأرهن على ذلك قال الجملة الأخيرة ساخرا بمكر كانت تعشق الرقص رأت أنها الخاسرة في صراعها مع الجيك فاسترخت قليلا مستسلمة كان بالنسبة إلى حجمه الكبير خفيفا في خطواته على وقع هذه الموسيقى الشاعرية ارتفعت موسيقى صاخبة فقال هل تريدين أن نتابع أم نجلس دغدغت الموسيقى أعصابها فقالت ماذا جرى يد جيك هل أصبحت أكبر سن من أن تحتمل ضجة الموسيقى العصرية اندفع يقول كلا على الإطلاق وابتعد عنها وهو يخطو بجسمه الكبير على وقع الموسيقى العنيفة برشاقة يحسد عليها وعندما رأى الذهولة في وجهها ألقى رأسه إلى الخلف وانفجر ضاحكا قبلت كاتي التحدي وفي الساعة التالية نسيت نفسها كليا مع الموسيقى كانت تبتسم حين وضع ذراعه أخيرا حول كتفيها وأعادها إلى المائدة مدت يدها ترفع كأس المياه المعدنية تنهي ما بقي منه سألها باسما أتريدين كأسا أخرى كان يبدو إنسانيا تماما وللحظة بدى الماضي منسيا تماما أجابت على الفور كلا أنهى جيك كأسه ثم نهض واقفا وقد تلاشت ابتسامته من ملامحه الوسيمة لتحل محلها نظرة جادة يمكننا أن نذهبا إذا تمتمت كاتي تقول حسنا ربما الوقت مازال باكرا لكن جيك تجاهلها وهو يمسك بمرفقها بقبضته الحازمة ثم ينهضها على قدميها وضع الفراء حول كتفيها بعناية ثم تحدث إلى النادر باختصار يحاسبه ليأخذها بعد ذلك إلى الباب الخارجي حيا حارس الباب وهو يرتدي معطفه ثم خرجا واضعا ذراعه حول كتفيها جلسا في السيارة المطرفة حيث ربضت الحزام حولها بيد مرتجفة كانت تعلم أن جيك لن يتركها هذه الليلة دون أن يحصل منها على جواب لما عرضه عليها يعلم الله أنها استعملت كل وسيلة في يدها لتنقذ أباها لكن إغلاق باب السيارة بدأ في أذنيها كإغلاق باب السجن كان ما عرضه عليها جيك هو الحل الوحيد عبست وهي تراه يجلس وراء عجلة القيادة ثم يتحرك بالسيارة يخترق بها زحام السير سألها هل نذهب إلى بيتك أم بيتي؟ لم تستطع تجاهل هذا السؤال البريد نظرت إلى الساعة في يدها كانت الواحدة صباحا فأراحت رأسها إلى مسند المقعد ثم أغمضت عينيها شاعرة بالإرهاق جسدا وعقلا لا تستطيع الجدال مع جيك جاهدت في استجماعي كل ما لديها من طاقة لتقول متهكمة حيال الرقة والذوق يا جيك إنك تدهش الفتيات زمن الرقة والذوق قد انتهى يا كاتي لقد جربته معك من قبل فلم يوصلني إلى نتيجة وهكذا إلى أين تريدين أن أوصلك؟ إلى شقة بالطبع كان رقت معك رائعا للغاية ولكنني مرهقة جدا وأريد العودة إلى بيتي ثم ذكرت له عنوانها أنا أعرف مكان سكنك يا كاتي فقد انتهى عهد المراوغة أريد جوابا واضحا نعم أو كلا هل توافقين على ما عرفته عليك؟ حدقت طويلا في جانب وجهه كان من المستحيل أن تقرأ فيه شيئا في عتمة السيارة إن كمشت في مقعدها وقد تملكها التوتر جيك كنت أعطيتني فرصة حتى التاسعة غدا قال بخشونة بل اليوم وعدة ساعات لن تشكل أي فرق كان يفك حزام الأمان قبل أن تنتبه إلى أن السيارة توقفت استدار وفتح لها الباب قالت قد يشكل ذلك فرقا عندي لدي عدة أفكار قد أنقذ بها الشركة وهي تحتاج إلى بعض الوقت لإجراء الاتصالات إن كلود كانت تعلم أنها تتمسك كالغريق بالقشة ولكنها لو تستطيع فقط أن تتخلص من جيك قال بسخرية كلود لفائدة منه ألم تدرك بعد أنني رجل واسع نفوذ وأن معظم دوري الأزياء في العالم يمولها مصرفي لقد تلقيت هذا المساء اتصالا هاتفيا غاية في الأهمية وإلا لماذا تظنينني جئت لأخذك لن أدعك تتمرصين مني وابتسم في وجهها المذهول بانتسار لم تستطع كاتي أن تصدق ما سمعت شركة كلود نعم يا عزيزتي صديقك في الواقع سحب مبلغا كبيرا زيادة عن رصيده يمكنك أن تقول أنني كنت بطريقة غير مباشرة أدفع لك راتبك الباهث في السنوات الأخيرة الشيء المختلف في هذا الترتيب الجديد هو أنه لم يعد عليك أن تعملي لأجل الراتب كانت هذه الصدمة الأخيرة أكبر من أن تستطيع كاتي تحملها وهكذا تبعته ليسعداء الدرجات إلى رضهة البناية والتي تضم شقتها المفتاح فتحت محفظتها بحركة آلية ثم ناولته المفتاح وعندما أمسك بيدها الباردة يقودها إلى داخل شقتها لم تقل شيئا هالبردو يتملكك تعالي هنا وأخذها بين ذراعيه لم تظهر كاتي أي مقاومة بدت كدمية من الخرق بين ذراعيه لم تظهر أي تجاوب معه فقد كان تأثير آخر صدمة تلقتها كبيرا على أعصابها أبعدها عنه وهو يتمتم شاتما واصطدمت بالأريكة خلفها فانهارت عليها قال ساخرا يجب أن تتصرف بشكل أفضل كثيرا من هذا رفعت لأسها وأخذت تتأمل ملامحه الحاقدة كان فكه الأسفل متوترا شعرت بغضبه كامنا تحت ملامحه الجامدة لكنها لم تستطع أن تفهم لماذا يريدها هي بالذات إن بإمكانه أن يختار من يريد من النساء لكن السبب كان واضحا جيك لا يحتمل أن ترفضه امرأة وهي منذ سنوات رفضته فلم ينسى ذلك قد خطته واضحة هذه المرة سيشبع منها ثم يلقي بها متى أراد لكن غرور رجلي فيه لا يستطيع احتمال امرأة باردة غير متجاوبة وشعورها نحوه الآن يبقيها متجمدة بين ذراعيه وهذا يجعلها تتخلص منه بسهولة نعم نعم يا جيك لقد قبلت معرفته علي وببطء وقفت ثم اتجهت نحو باب غرفة النوم ألقت بسطرة الفراء على أرض الغرفة وجلست على حفة السرير كانت جيك واقفا بالباب يراقبها عينه السودواني تلمعاني بغضب غضب حائر وشعرت برغبة هستيرية في الضحك ما الذي ينتظر؟ دعوة مكتوبة ما أغرب هذا؟ إنها لا تشعر بشيء نحوه هي التي كان حبها له يقلقها أخذت تراقبه ببرودة وهو يتقدم نحوها ثم يجلس بجانبها على السرير قالت له هذلك شيء آخر أريده منك وهو أن تعطيني كلمة شرف بأنك ستنقذ شركة ميلدينتون التفت ينظر إلى وجهها الشاحب خذي كلمتي يا كاتي شكرا مد يده يحيط خسرها بذراعه يجذبها إليه لكنها لم تشعر نحوه بالشيء إدراكها بأن مصرفه يمول شركة كلود وأنه كان السبب في نجاحها بطريق غير مباشر كان ذلك أكثر من أن تستطيع احتماله لقد دمر زهوها بالإنجاز الذي تركته لقد انتصر استنقت بين ذراعيه لا تشعر بالشيء لقد قتل كل أثر لافتتان مراهقتها به حتى أنه لم يعد يستحق كراهيتها إن عدم المبالات يدمر العلاقة أكثر مما تفعله الكراهية أنا لست غولا يا كاتي أعلم أن هذا النهار كان مثل جهنم بالنسبة إليك وأنك مرهقة جدا نامي إذن عقدت حاجبيها جايك يوسيها أي لعبة يقوم بها إن له الكلمة الأخيرة طبعا هذا ما يريده على الدوان تثائبت وإذا بها تغمض عينيها وتستسلم للرقات في خلال دقائق سقطت أشعة الشمس على أشفان كاتي فاضطربت ثم فتحت عينيها لتعيد إغماضهما ثانية ثم جلست فجأة في فراشها فتحت عينيها الخضروين الكبيرتين برعب واضطراب ونظرت حولها لم يكن في الغرفة غيرها تنهدت لابد أنها مجنونة ها هو ذا صوت الدوش في الحمام ينبئ بأن جيك بات ليلته هنا صباح الخير يا كاتي نمت جيدا أليس كذلك؟ صباح الخير شكرا لا تستطيع أن تنكر أنه تصرف كسيد مهذب تقدم نحوها كان مرتديا كامل ثيابه لكن شعره ما زال مبتلا نظرت إليه بدى وجهه جذابا للغاية وكذلك قامته الرياضية تأوهت في داخلها لم يبقى في نفسها أثر لعدم الاكتراث والذي كان يغلف مشاعرها ليلة أمس هي كاتي تشعر بعدم اكتراث وبرودة نحو جيك هذا لن يكون ولو بعد مليون سنة كان ضبط جيك لنفسه الليلة الماضية يظهر أنه لم يكن ملهوفا لها هذا يعني أن ظنها أنه لم يكن يقصد سوى الانتقام في محله وحفظا لكرامتها عليها أن لا تجعله يشعر أن ابتعادها عنه مجرد ضعف وإرهاق منها ما زال يبدو عليك التعب إنك جميلة لكنك متعبة ابقي في فراشك هذا الصباح عند العصر سأرسل إليك السيارة ليحررك السائق إلى بيتي حيث نتناول العشاء في السابعة والنصف إنني مشغول جدا الآن ويكفي إضاعة نهار أمس لم تستطع كاتي تزديق أذنيها أمس كان أعنف أيام حياتها بينما بالنسبة إليه كان نهارا ضائعا حين أعصاب هذا الخنزير إنه رجل أعمال متصلب الرأس انتظر لحظة بحق الله يا كاتي لا تعطليني علي أن أكون في الاجتماع الساعة التاسعة نظرت إلى الساعة فوجدتها الثامنة والنصف وماذا بالنسبة إلي أنا أيضا أريد الذهاب إلى العمل أما بالنسبة إلى الذهاب لتناول العشاء في منزلك انسى هذا عودي إلى النوم يا عزيزتي لن تعود إلى العمل بعد الآن أنا سأهتم بالعمل كلا إنك مجنون إذ تأمرني بترك العمل منتظرا مني الطاعة قال ساخرا وأكد لك أن لا شيء مريبا في تناولك العشاء في بيتي يا عزيزتي مدبرة منزلي هناك وستهتم بك لقد أخبرتها عنك شحن الجو بالتوتر ثم عاد يقول آسف لا أستطيع البقاء معك أكثر من ذلك علي أن أذهب الآن وسأسوي الأمور مع والدك ليس هناك ما يجب قلقك وقبل أن تجيبه استدار على عقبيه وخرج